فقراتنا دلوقتي مشاهدينا فقرة المرأة اللي بنتكلم فيها عن الموضة ومدلات اللبس والاكسسوارات واللفات الحجاب احنا النهاردة هتكون ضفتنا هويدة فارج مصممة الاكسسوارات اهلا بك يا هويدة اهلا يا دودة اهلا يا حبيبتي حاجتك دايما جميلة ومميزة بسي احنا عايزين نبدأ كده معيكي وتقول لنا موضة السنة دي في الاكسسوارات ايه بوسي وعموما في الاكسسوار بي بقى معروف ان ما فيش حاجة معينة نقدر نقول عليها موضة لان احنا لازم نرضي كل الازواء وفي نفس الوقت بنحافظ على الوان حاجات معينة مثلا الشتا بيخطأ يعني ممكن يتقبل منك الاحجار تبقى تقيلة شوية تبقى الوانها غمقة شوية دافية شوية كده يعني لكن ماقدرش اقولك موضة حاجة معينة بس طبعا الاحمر السنة دي موضة جدا اللي هو الاحمر الغامق النيبيتي الاخضر موضة جدا الفرشيا اللي هو ميل على الموف ده موضة جدا برضو حيبقى ان شاء الله موضة اللولي اساسي اللولي والفروزي بيبقوا اساسيين في الاكسسوار ان شاء الله اللولي انا يعني بحبه جدا واللولي فعلا هو اساسي بدرجاته بقى بدرجاته بدرجاته قصدك يعني مش بس الابيض مش بس الابيض في افوايت وفي الجري وفي الروز تبقى اللولي يبقى فيه داخل فيه مواد متعالجة بتغير اللوم بتاعه بتحتفز باللمعة بتاعته زي ما هي احنا بنحاول بقى يعني نضيف عليه بعض الخمات عشان نطلع اشكال جديدة يعني لان برضو اللولي انت حيبقى عندك وليب ستايل معين عايزة تغيري يعني عايزة تحسي انك عملت حاجة جديدة اللولي الابيض بصراحة بينطق لبسه واللولي اللي انت جابهولي مهار دا الجري دا كأنه فضي اه في بينك دا جري في بينك في روز فيه درجات كتير بس هو مش بينة لانها غمأة يعني اه مناسبة للشيطة اكتر يعني اه اللولي فعلا جميل وشيك وقيم طيب هو ايدا تعاليا نبدأ كده مع مشاهدينا ونشوف الاكسسوارات وتعلقلنا عليها دا كولي فيه لابس حجر لابس وفيه سلاسل بلاتين دا مثلا فيه برضو سلاسل مطلية دهب وفيه لولي الكردان دا فيه لولي وفيه دلاية اسمها دروز دا مثلا فيه جزء هندي من فوق الجزء المتشبك دا معدن هندي والحجر هندي برضو دا لولي برضو نوع من أنواع اللولي والدلايات الماكرون دي بتخدم بتبقى فيها سترس يعني دا برضو نوع من أنواع اللولي والصدف مع بعض والغوايش اللولي دي سلاسل برضو مطلية وحجر الفروز وفيها في السلاسل أحجر زركون اللي هي الشفافة السلاسل بقى دي موضة جدا طبعا وممكن تركبيها على أكتر من كليه يعني ممكن تلبسي سلاسل مثلا وكليه قصير يعني زي ما احنا مركبين كده مثلا دا كردان ومعه تلاتة فلطيف يعني لو أنت لابسة لبس سادة هو الموضوع كله في الاكسسوريز يعني مش محتاج أن أنت تعملي حاجة أكتر من كده دا مثلا برضو حجر لون تاني من ألوان الفروز اللي هو المزرق دا عقيق وذلية الروز جولد دي فيها برضو زركون يعني فيها الفصوص الزركون دي تحفة بتغير الملامح خالص وده فضل؟ ده عربي شوية اوه ده هندي هو بتبقى فضل الفضل هندي بتبقى فضل مخلطة بمعادن تانية وفيه برضو في الكليه دا مرجان اللي هو الأحمر الحجر الأحمر اللي فيه دا مرجان والفروزي فروزي السيناوي اللي هو المخضر شوية عايزة أسألك بايا هوية دا الاكسسوارات في الصيف بتفرق عن الشتاء؟ هو بس بتفرق ان احنا دايما في الصيف بنزود شوية الحاجات الخفيفة اللي هي جاو بيبقى حر ومش مساعد ان الناس تلبس حاجات أحجرها تقيلة مش حابين يعني عايزين حاجة خفيفة يغيروها بتبقى السلاسل الطويلة لطيفة الكليهات القسيرة بتحط تحت الكل كده بتبقى لطيفة برضو ألوان طبعا لازم ألوان المبهجة بقى اللي هي بتاعت الصيف برضو بتبقى إضافة طبعا على الاختلاف يعني الصيف عن الشتاء طيب وزي ما قلنا ان كل سنة كمان بيكون فيه لون موضة اه طبعا 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 واحنا في الشتاء أساسي معانا أسود وأبيض والأفايد بتعلولي ده برضو أساسي معانا والفاروزي بنزود ايه بقى مثلا عندنا زي ما قلت لك النبيتي مثلا موضة جدا النبيتي أصلا هو في كل الشتاء أساسي أستاذ تفهمني في اللبس وبيغير شكل اللبس خورس بيغير شكل اللبس خورس والأخضر الأول أخضر الجاد الغامق ده تحفى برضو بيبقى حلو جدا في اللبس وبصي أكتر أنا بحس أن اللبس السادة الموديلات السادة دي بتليق عليها قوي الكوليهات اللي هي بتبقى فيها أحجام ايه بتظهرها وبتحسسك أن انت اختلفت خالص انت مجرد ما هتغيري الطرحة بتاعتك خلاص انت كأنك لبستي طاقم جديد انت شغلك يهوي ده بيخرج برا مصر احنا أصلا في مصر عندنا شغل الهن ميد شغل بالإيد الفنون كلها اللي هي بالإيد الصناعات اليدوية كلها متميزة برا طبعا مش موجودة أصلا مش موجودة وهنا في ناس كتير مواهب كتير والعلمك مش معروفين يعني هم بس كل الحكاية عايزين يسلطوا الضوء عليهم لكن طبعا فيه ناس عندهم مهرة رهيبة في الحاجات اليدوية عموما في كل حاجة من اكسسوار لسجاد كل الأشغال اليدوية دي فيها هنا في مصر ناس مهرة جدا يعني بحس بكده وبحس بالانبهار بتاع الناس لما الحاجات دي بتطلع برا بيقوم مبهورين جدا معينة بالنسبة لنا احنا شايفينها اه كويسة وانا لسه عايزة اطور من نفسي وانا لسه عايزة اضيف هم بيبقى بالنسبة لهم دي حاجة من الاخر الله ايه الجمال ده الجمال ده تعمل بالإيدين اه انا عايزة اقولك ان التسعين في المئة من شغلي كله بيتعمل بالإيد يعني ما فيش داخل فيه اي يعني حاجة تانية غير ان انت بتشتغلي بالإيد معادة الحاجات الجهزة اللي انت بتكملي بيها فواصل سلسلة كده بس لكن اكتر من كده كله داخل يعني كل التصميمات تتنفس بالإيد بتبصي بقى لما برا مصر بتحسي بالتقييم الحاجات دي طبعا طبعا انا ناس كتيرة جدا من العمل بتوعي بتتسلوا بيه وي ده احنا احنا ماشيين وقفونا واسألونا ده منين وانا قلتك بقى سعيد ان الجوايا او الحاجة اللي الواحد الحمد لله بيعملها واصلة للناس واصلة شايفينها كده شايفينها بالشكل الحلو ده يعني وكل ما ده بحاول ان انا بقى عايزة احمل حاجة احسن عشان توصل اكتر احسن انت عارفة برضو ان الخبرة بالسنين بتفرق طبعا ان انت لما بتفضلي تشتغلي في حاجة سنين بتعرفي غلطك المرات دي فين بتصلحي بتجاو يعني بتخليه اقيا من المرة الجاية بتضيفي عليه اضافات طبعا طيب تعالي نشوف كمان مجموعة موديلات وافكار من الشغل بتاعك وعلقنا عليه طيب دي برضو ده برضو هندي الاحجار دي وهنا برضو سلاسل برضو بلاتين والبريسلت برضو معدن هندي وده فاروزي مثلا يعني انا بحاول اقولك بسرعة عشان تلموا معي كل الموديلات لا لا براحتك شرحي والصورة تبضى الموجودة معين ده عقيق برضو ده عقيق وده الليتو فيها زركون زي ما قلنا وده هندي برضو ده مورجان وفاروزي سيناوي مع بعض في موديل واحد وده اللوجو طيب الاكسسوراتك جميلة يهوي ده ومتنوعة انا بحب الحاجات اللي هي الستايل زي كده دي اللي هي دي هندي برضو الهندي ده بمشابه شبه البدوي والعربي شو اه طبعا هو بصي وبيليق على اي حاجة يعني ده لو لبستيه الصبح حلو جدا لو لبستيه على حاجة غمق بالليل برضو حلو يعني فاهماني تقدري تستخدميه في اكتر من حاجة ده مثلا كهرمان الكهرمان حلو جدا كهرمان جميل تحفة بيدي بصي يعني جمال وبهجة للحاجة الملبوسة عليه ده برضو قلنا قبل كده ده حجر اللابس برضو حجر تحفة جدا بصي هو كل حاجة من الاحجار لها اضافة للبس لها اضافة للانسان اللي بيلبسها انت لو بيلبسي الحاجة وانت حباها وفاهمها بتحسي ان انت الله شكلي حلو لو انت مش مقتنعة مش بتحسيها فالحمد لله كل الناس اللي بتشتري الهند ميد هي عارفة هي بتشتري ايه بيبقوا دخلين قصدين ايه بالزبط عايزين يزهروا جمال دي في ايه بالزبط فدي احلى حاجة ان انت بتعملي حاجة انت بتحبيها بتوصليها لناس هم كمان بيحبوها طب اشرحينا كده الحاجات الموجودة قدامنا هنا في الستوديو الاول من عندي هنا كده مثلا عندي اللولي ده ده لولي طبيعي وعندي ده داخل فيه كريستال وداخل فيه ده الليات ماكرون برضو دي معمولة بالزركون برضو باللي هي الفصوص الشفافة دي برضو حاجة مش تقيلة يعني هو كاكلية مش تقيل ومش مليان خامة كتير بس واخد مساحة اه واخد مساحة برضو ده من الحاجات اللطيفة التاني اللي جنبه اللي هو النبيتي اللي احنا برضو شرحناه وقلنا عليه العقيق والزركون اللي هو الفواصل اللي فيه والدلاية اللي هي الروس جولد دي برضو مدياق طبع تاني يعني مرضتش اخليها لونها اصفر لون الدهب لا هي وغدها لون محمر شوية هو الروس جولد الروس ده مودة جدا جدا واللي جنبه برضو دي سلاسل بلاتين يعني الكلية داخل فيه سلاسل بلاتين وداخل فيه حجر اللابس اللي هو الكحلي ده وداخل فيه فواصل الفواصل دي اسمها دروس دلوقتي بقيت موجودة بقالها فطرة يعني موجودة في الخامات بنقدر برضو نطوحها يعني في ألوان غمق أو ألوان فتحة بتبقى لطيفة يعني واللي بعده دوت اللي هو المرجان اللي احنا اتكلمنا عليه في الصور ده فروزي سيناوي ومعاه مرجان ومعاه الماتيري اللي تحت دي كلها فضة هندي بنطعم بيها برضو الكوليات وهو مش كبير برضو بس بيدي شكل مالي اللبس يعني منلاحظة انه بتستعمليه كتير من الماتيريا للخامات الهندي وبتدخليها انت بقى في الأحجار بتاعتني هو أساسي عندي الهندي لأن الهندي معروفين بألوانهم الحلوة الجريئة اللي هي بتبان فما انت عايزة تلبسي أصلا حقولك حاجة الاكسسوار ده لازم حاجة تظهر فعشان تظهر أنا حاسة الألوان الجريئة اللي هي القوية زي النبيتي وزي القحلي وزي الأخدر بينوروا قوي في التصميم يعني بيزروا لي التصميم وتفاصيل كتير منه بتبان وآخر واحد بقى للنحياتي ده ده فرعوني بقى عشان دلوقتي برضو الاتجاه دايما للحاجات الفرعوني الناس بقيت بتحبها وبتسأل عليها كتير حطينا برضو الفروز والمرجان واللابس كأحجار والدلايا دي دلايا نحاس بتبقى معمولة بمطلية بحاجة ميناء اسمها ميناء الميناء دي اللي هي الألوان اللي عليها وبتعملي التصميم بنرسمه وبننفزه في الورش بتاعتنا هنا في مصر وبيطلع بالتصميم اللي انتي شايفة ده الفرعوني بقى بجد كانوا مبدعين في الاكسسوارات ومدلاتهم ومدلاتهم لحد دلوقتي لغاية دلوقتي الناس بتعتز بيها وبتحبها وبتطلب مني يعني أنا دايما كل ساشون تصوير لازم أخلي قطعة أو اتنين حاجة فرعوني بتخدمه طبعا جدا الناس بتبقى برضو أحب أن هو يكون موجود وتكوين الألوان بتاعهم أوه طبعا متميز ومختلف طبعا انتي أول ما أول حاجة بتشدك على الصورة إيه لما بتيجي تبصي الألوان تناسق الألوان انتي مش حاسة أنا في حاجة غريبة أو عنيكي مش عايزة تدوري والشكلة انتي عايزة تتغذي بالك من التفاصيل أكثر فده طبعا إحنا بنشتغل عليه يعني منحاول دايما نخلي فيه تناسق مهما أنا بعدت بلونين ما لهمش دعوة ببعض خالص بس أنا حما حسكي أن انتي جوه الصورة مش عايزة تطلعي عايزة تتفرج ده الفن بقى الموف مثلا ركبنا مع التريكوست كان تحفة يعني فيه ألوان كتيرة انتي ممكن ما تتخيليهاش بس هي على بعض حلوة جدا تلديكي تغيير يعني واللي محطوطين بقى الترابيزة لنحيتي دالولي آه دالولي بس دالولي داخل بقى مع دليات مطلية دهب برضو وفواصل مطلية دالولي طبيعي برضو وانا برضو مع فكرة ان احنا نركب حاجات على بعض يعني أنا دايما ما بحبش تبقى حاجة خامة واحدة آه يعني بحب أدخل أكتر من خامة في الكلي وممكن في التصوير لو أنا عندي حاجة عايز أظهر فيها لازم بلبس مثلا حاجات على بعض بلبس حاجات على بعض زي ما احنا شايفين في الصور كده بس انتي مش حاسة بزحمة بس انتي مش حاسة انك متضيق في تناسق فيه آه بالعكس انتي عينيكي مرتاحة اهي مثلا البنت دي لابسة وسي كام سلسلة وكليه كمان ومع ذلك دي أكتر صورة أخدت إعجاب آه مع ان هي لابسة كم بس الناس مبسوطة ان الكم منصق ان انتي مبعدتيش يعني والفاروز اللي هناك ده فاروزي ومعه حجر اسمه سترين اللي هو الأصفر آآ برضو بيتركبه بتصميمات معينة يعني ده طويل مناسب لأي حاجة يعني فهماني مش لازم بقى تلبسي وتظهريه من شكل معينة وقصة معينة لللبس لأ ده ممكن يتلبس على أي حاجة الطويل بيظهر في كله ودول اتنين متركبين على بعض برضو اللون الفاروزي ده مريح للأعصاب طبعا جدا وهو لون مصري يبقى مية في المية هو اللون نحنة اكتر الألوان اللي بتشد العين اه والمريح اكتر للأعصاب لو اللي بستيه كان قريب من جلد كتير معلومة يعني ملهاش دعوة قوي طاقة طاقة الأحجار ليها طاقة هو بس عشان احنا مش بنشتغل عادة بالأحجار الطبيعية قوي فالمعلومات دي يعني لما باجي اقولها الناس بتتشدلها بس أسعار الأحبار بتبقى عالية جدا فمنقدرش نشتغل بها في كله كليه كبير كده هيبقى طبعا هيبقى مكلف جدا وانتي عايزة تلبسي مرة واثنين وثلاثة فبرضو بدي للناس يعني فرصة ان هم يجدد يغيروا اه لكن اللولي طبعا من أحسن الحاجات اللي تلمس الجلد اللولي اللولي من أحسن الحاجات والفاروزي طبعا اللولي يعني دايما من الحاجات النكحة جدا ان هي تاخد الطقة السلبية من الجسم طيب في النهاية بقى عايزين يعني تقول لنا كده نصايح انه ازاي السيد تتغير بنفس اللبسها تقدر تغير بالاكسسوار بس شكل اللبس هو الفكرة كلما كان اللبس ما فيوش نقشات اكتر كلما هي قدرت تغير اكتر يعني النقشات والالوان الكتير ما بتدينيش فرصة ان انا اغير الوان كتير في الاكسسوار يعني على قد ما تقدر اللي هي نفسها تغير في لبسها من غير ما تتغيره هو ذات نفسه يعني على قل المنطقة اللي هيبقى فيها الكولين تكون هدية ما فيهاش نقشات كتير ما فيهاش سوسات ما فيهاش حاجات كتير تعوق الشكل يعني يعني زيما ان على قل الحتة دي كده تبقى سادة تبقى سادة بحيث لما يتلبس كولين نهاردة لبستي فاروزي هيبقى تحفى لبستي احمر حلو لبستي فضي جميل وانتي حتغيري الطرحة انتي حسيت ان انتي ظهرت للناس بحاجة جديدة فاهماني لكن لما بيبقى فيه تفاصيل كتيرة فوق الناس مش هتقدر تنساها مش هتقدر تنسى شكل اللبس من التفاصيل الكتير فيفضل بقى محفوظ فيفضل اه ده ده اللبسته قبل كده لكن انتي لو لبسة سادة عمر ما الناس عينيها هتيجي او تفتكر اللي فات يعني تمام انا مشكرك جدا هوي ده في نهاية فقرتنا وبجد دايما حكتك احنا بقلنا سنين مع بعض مع بعض في البرامج وفي الحقيقة وفي دايما بقى لبس من عندك اكسسورات جميلة وشيء جدا ومتميزة وقيمة في نفس الوقت مرسي يا دعاء انتي بتحلي اي حاجة وانا مبسوطة جدا طبعا ان انا معاكي ومبسوطة ان حكتي بتظهر معاكي يعني حبيبة قلبي نورتين في بيت زمين مرسي مرسي يا دعاء شكرا يا حبيبتي ومشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة